اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه السورة ذكر الله تعالى فيها قصة عظيمة وهي من ادلة نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقصة اصحاب الفيل مشهورة في كتب السير وذلك ان اهل الحبشة النصارى ساروا بجيش عظيم ومعهم فيل وارادوا ان يهدموا الكعبة وسبب ذلك ان بعض العربي اهانى كنيسة لهم كانت باليمن فقصدوا من ذلك انتقاما اهانة الكعبة لكن الله عز وجل انتقم منهم وأهلكهم فارسل عليهم طيرا ابابيل طيورا صغيرة ترويهم بحجارة صغيرة لكنها صلبة وشديدة كما سيأتي بإذن الله عز وجل فحمى الله تعالى بيته من الكيد الذي كان سيكون من اهل الحبشة والسؤال هنا حماية الله تعالى لهذا البيت هل هو من اجل جيران البيت الجواب لا لماذا لان جيران البيت كانوا مشركين والذين قصدوا هدم الكعبة وهدم البيت كانوا اهل كتاب فهم احسنوا حالا من المشركين الذين كانوا جيرانا للبيت ولذلك الله تعالى حما بيته تقدمة وارهاصا بين يدي ولادة النبي عليه الصلاة والسلام وبعثته عليه الصلاة والسلام لان هذا العام الذي هو عام الفيل قد ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام فتبين كما ذكر العلماء ان الله عز وجل دفع عن مكة الفيل من اجل هذا الامر العظيم ألا وهو أن يكون مقدمة بين يدي بين يدي ولادة النبي عليه الصلاة والسلام وبين يدي بعثته عليه الصلاة والسلام قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولا شك أن هذه المدافعة التي كانت من الله عز وجل هي في حد ذاتها نعمة لقريش فلما أهلك الله تعالى أولئك كان فيه بحمد الله تعالى نعمة على قريش فحمهم الله تعالى من أن يقتلوا وغير ذلك فالله تعالى أنعم عليهم بهذه النعمة فصرف عنهم وعن بيته أصحاب الفيل ألم ترى فهذا استفهام والمقصود به التقرير استفهام المعنى هو التقرير ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهذا يقتضي أن هذا الذي أخبر الله تعالى به قد وقع وعلم به الناس واشتهر ورأوه فلذلك أخبر الله عز وجل به فقبرهم سبحانه وتعالى على ذلك ألم ترى أي ألم تخبر أو ألم تعلم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا عام يشمل غيره أي ألم تروا ما فعل ربك أو ربكم بأصحاب الفيل أي قد رأيتم ذلك قد رأيتم ذلك وعلمتموه وسمعتمو أخبار ذلك ألم ترى كيف فعل ربك ربك فجئ في تعريف الله عز وجل بوصف رب مضافا إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم ربك وهذا فيه تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بالنعمة وفيه تذكير له بهذه القصة وأنها من إرهاصات النبوة له عليه الصلاة والسلام وقد جاءت الإشارة إلى هذه الحادثة إجمالا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعد شاهد إن الله حبس عن مكة الفيل ففيه إشارة إلى هذه القصة لأنها لم ترد بسند متصل بجميع تفاصيلها ولكن أصل القصة صحيح كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأيضا في حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضا في الصحيح فعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله تعالى عنهما في قصة الحديبية وفي هذه القصة جاء قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ففيه أيضا الإشارة إلى هذه القصة وتفاصيلها وردت في أثار كثيرة عن أهل السياري ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فبيلنا تفصيل الأمر وكيف أن أهل الحبشة جاءوا يريدون هدم الكعبة انتقاما لما فعله بعض الأعراب بكنيستهم ثم قال تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم الكيد لاحتيال على إلحاق الضرار بالغير فهذا كيد ومكهر منهم وسعي منهم في تخريب الكعبة لكن الله عز وجل جعل ذلك في تضليل فلم يصلوا إلى مقصودهم وإلى ما أرادوه بكيدهم والهمزة في ألم يجعل للتقرير أي قد جعل كيدهم في تضليل أي في تعطيل وأرسل عليهم طيرا أبابل وأرسل عليهم طيرا أبابل أبابل أي جماعات فالله عز وجل أرسل على هؤلاء طيرا أبابل وهذه الطيور تحمل حجارة من سجيل حجارة والسجيل هو الطين المتحجر ووكّل حمصه والسجيل هو طين صلب شديد كما جاء في قوله تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين لنرسل عليهم حجارة من طين وفي آية أخرى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل والقصة واحدة فتبين أن الحجارة هنا التي من سجيل هي الحجارة من طين فهي حجارة من طين في غاية الشدة والقوة فلذلك فعلت بهم هذا الفعل الشديد فجعلهم كعصف مأكول العصف هو ورق الزرع بعد الحصاد كتبا إذا أكلته الدواب فراثته أي أصبح روثا فسمي عصفا لأن بريحة تعصف به ذات اليمين والشمال فهذا يعني أن الله عز وجل جعل هؤلاء كزرع أكلته الدواب فراثته أي أصبح روثا فيبس وتفضقت أجزاؤه هكذا أصبح حالهم من شدة ما أنزل الله تعالى بهم من العقوبة وقد ذكر العلماء أن ما ورد في هذه السورة هو تمثيل لأصحاب الفيل بعد تلك النظرة والقوة جاءوا بقوتهم وعتادهم لكن صاروا بعد ذلك متساقطين متهالكين وهكذا حال كل متجبر فمن أراد الإسلام والمسلمين أو شعائر الإسلام أو مقدسات المسلمين من أرادها بسوء جعل الله تعالى كيده في نحره وعاقبه سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد ثم جاءت بعدها سورة قريش سورة قريش افتتح الله تعالى بقوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف هذه السورة اجتملت على أمر قريش بتوحيد الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت وجاء فيها تذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم وافتتحت بقوله تعالى لإيلاف قريش والإيلاف أو الإلف لاعتياد فوإما من الاعتياد أو من الألفة التي حصلت بينهم وبعض العلماء ربط هذه السورة بالتي قبلها أي أن الله عز وجل فعل بأهل الحبشة ما فعل في سورة الفيل من أجل الائتلاف الذي كان بين قريش أو من أجل اعتيادهم رحلة الشتاء والصيف فتكون اللام هنا للتعليل أي لأجل إيلافهم فعل ذلك بما قبلهم وإن كانت كل منهما هي سورة مفصولة لكن باب المناسبات بين السور باب لطيف وجميل وفيه إشارات قوية لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فكان لهم رحلتان رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف أما رحلة الشتاء فكانت إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام فكانوا يرحلون آمنين والناس من حولهم يتخطفون كما قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمن ويتخطف الناس من حولهم وهذا من نعم الله تعالى عليهم فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فالله تعالى أمرهم أن يعبدوهم سبحانه وتعالى فهو الذي أنعم عليهم بالنعم ومنها من النعم ما كان من رحلتي الشتاء والصيف وأنه كانوا يسافرون آمنين مطمئنين ونعم الله كثيرة وإن لم يكن منها إلا ما اعتادوه من رحلة الشتاء والصيف لكفى فيكون المعنى إما لا فليعبدوه لإلافهم أي إن لم يعبدوه على نعمه الكثيرة فعلى الأقل فلينتبهوا إلى هذه النعمة إلا رحلة الشتاء والصيف وكفى بها من نعمة دال على أن الله عز وجل هو الذي حماهم فلذلك عليهم أن يعبدوه وأن يوحدوه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع أي أشبعهم بعد الجوع الذي أصابهم وآمنهم من خوف أي آمنهم من خوف العدو أو الغارة وقيل آمنهم من خوف الجذام وقد انتشر في الناس والله تعالى عم فلم يخص شيئا دون شيء فالآية تعم ما يمكن أن يدخل تحتها ولا شك أن الله عز وجل آمنهم من خوف وأطعمهم لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب جعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من السمرات فالله تعالى فالله تعالى قد أمنهم وجعلهم في أمان ولا شك أن الإطعام والأمن هم نعمتان عظيمتان وقد جمع الله تعالى بينهما هنا بين الإطعام والأمن فدل على أنهما نعمتان متكاملتان فإذا حصل الجوع الشديد فقد الأمن لأن الناس سيلجأون إلى النهب والسارقة وغير ذلك والقتل من أجل حصوله على الطعام وإذا كان الطعام ولم يكن الأمن لا يكون الاستقرار فلا عيش مع الجوع ولا أمن مع الخوف وتكون النعمة كاملة باجتماعهما وكثير من البلدان يعيشون في نعمة طعام شراب أمن لكن طمعا فيما هو أعظم يسلكون مسالك غير مرضية فانظروا إلى ما وقع من من الثورات في الربيع العربي المزعوم مثلا ما نتائجه هل حصل الثوريون ما قصدوا لا والله بل حصدوا ضد ما قصدوا وهذه الطريق لن تأتي بخير السورات لن تأتي بخير وإنما الإصلاح يكون بحكمة فيرعاكم الله اعلموا حق الله عز وجل عليكم وانتبهوا إلى نعمه عليكم فإذا حصلت النعمة وحصل الطعام وحصل الأمن فتلكم النعمة الكاملة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فالتوبة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى يغير ما بنا وما أصابنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا والحمد لله رب العالمين من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويديها إن القرآن لخير جليسي فيه أنوار ربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها برويا وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية تعالوا لكي نصلح أنفسنا تشاركة في قلبي